مدينة عمالية نموذجية تم تصميمها وفق المعايير الدولية في مجال الصحة والسلامة العامة لتلبية احتياجات الشركات العاملة بمنطقة الرسيل الصناعية من خدمات السكن الملائم لعملها تجسدت في قرية الراحة التي احتفل بافتتاحها في واحة معرفة مصقت تزامنا مع احتفال السلطنة بيوم الصناعة هذا المشروع واحد من مشاريع الشموخ العديدة التي ستنفذ المشروع هو عبارة عن 25 مبنى لتقديم خدمات السكن للعمال القاطنين في المنطقة الرسيل الصناعية والمناطق المقاورة لها المشروع عبارة عن 10 مباني كمرحلة اولى والمباني الثانية في المرحلة الثانية والثالثة كما احتفل ايضا بافتتاح مبنى الخدمات والذي تم تطويره بخمسة ملايين ونصف المليون ريال عماني بمساحة اجمالية بلغت 16 ألف متر مربع خصص منها 10 ألاف متر مربع كمساحة ايجارية تم توفرها لتقديم مختلف المرافق للعاملين في حرم الواحة كما يشمل مبنى مرافق وخدمات مختلفة مثل الخدمات البنكية ووكالة سفريات ومقاه ومتجر للمواد الغذائية الاستهلاكية بالاضافة الى المطاعم العالمية رؤية المؤسسة العامة للمناطق الصناعية من خلال الاستراتيجية التي تم اعتمادها خلال الخطة الخمسية السابعة يتم تنفيذها حاليا من خلال توفير كافة الخدمات في المناطق الصناعية من مأوى وكذلك بعض الخدمات الأخرى التي يحتاجها سواء كان المستثمر أو المقيم فيها شركة الشموخ للاستثمار والخدمات الذراع الاستثماري للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية ستقوم بتطوير العديد من المشاريع والتي تزيد قيمتها عن 100 مليون ريال عمني منها المناطق السكنية كإحدى المشاريع بالمنطقة الصناعية بالرسيل وواحة المعرفة مسقط ومنطقة نزوة الصناعية ومنطقة صحارة الصناعية ومنطقة لبريم الصناعية ومنطقة سمائل الصناعية وذلك لإيجاد فرص استثمارية وشراكة بين القطاعين العام والخاص للاستفادة من الإمكانيات في تحقيق احتياجات المناطق الصناعية بالسلطنة من البنية الأساسية الصناعية